تنذكرت صحيفة تورستريت جورنال الأمريكية أن مركز الأبحاث مدعوما من قبل الحكومة السعودية يدرس سيناريوهات محتملة للتطور الوضع في الأسواق النفط في حل منظمة أوبيك ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن المسؤولين السعوديين الكبار يعتبرون أن هذه الدرسة تتسم بأهمية أولوية بالنسبة للسياسات الاقتصادية للمملكة وقال مستشار سعودي كبير أن هناك اعتقادا بأن الطلب على النفط سيصل إلى ذروته يوما ما وبالتالي تهدف الدرسة إلى وضع تصور كيف سيكون رد فعل الأسواق في حال هبط الطلب إلى درجة تؤدي لفقدان أوبيك نفوذها وحلها